بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله بنتكلم عن 25 طريقة للحصول على المشتركين اليوتيوب اكلمنا قبل كده ازاي ان انت بحقق اشتركت اليوتيوب ان انت ازاي تجيب الف مشترك وربعة تلاف ساعة مشاهد طيب انت بعد ما اجبت الكلام ده هتكبر ازاي بقى ما انت لازم تكبر مش تبدل تراملك على الف طيب انت اول حاجة ان شاء الله لازم تعمل محتوى مفيد ان اللي يتفرنج على الفيديو يفضل اد مستعمتها لا ينفع عشان انت تعمل ايها بل عشان انت حتى قمشيت معك في الاول مش هتقدر تكمل على كده اول حاجة من الكلام عنها المحتوى حاجة كويسة الناس بتدور عليه تركز على الجودة مش على العدد مش كتر الفيديوهات طيب رفعت فيديو او فيديوهين مهمين والناس بتتابعهم ده يرفع مستوى ويعليك انا اختار كلمة رأسية من اجل المحتوى يعني انت مثلا بتشوك كلمة او عنوان يشد الناس ماشي الانتباه الى مدة عرض الفيديو اللي هو الفيديو بتاعك ما يكونش قصار اوه ولا طويل اوه اقل حاجة 10 دقاي تمام؟ كل الفيديو انت من خلاله بتقدر تقولي المشتركين اشتركوا اللي بيتفرج عنهم وانتابعنا اياه اشترك في القناة في نهاية كل الفيديو قلهم ان انت شغال على فيديو كتيد مهم اندامج مع الجمهور اعمل بهم صداقات لو عندك موقع اعمل اميد للفيديو يعني حطه في الموقع بتاعك استمر لي يعني انت مثلا تخصص لك تمعين كل فترة تنزل فيه فيديو على سين مثلا مرة كل اسبوع بعد ما عملت الفيديو انت لازم تجيب له ناس كتير فانت بتقدر ان انت تشير على كل وسائل التواصل واحنا اتكلمنا ان شاء الله على فيديو في اربع طرق ان انت ازاي تشير الفيديو من غير تدخل منك موقعين على النت وبرنامجين للكمبيوتر في فيديوين بيشرح ازاي انه تقوم بالحواردة بدل ما تتعب نفسك وتعود تشير واحد واحد لا انت مجرد مترس على يوتيوب هو اوتوماتيك بياخده وشير على كل المواقع ده الكوفر بتاع القناة لان انت لازم تلعب في القوفر اتخلي شكلك القناة حاجة معامة البروفيل دي الصورة بتاع البروفيل اتصالت حاجة اصالت حاجة صورة عن كل فيديو الزمب نيل الزمب نيل اللي بتجذب انتنا المشاهد لما انت يعظم فيديو زادك انا نشوفه صورة تجذبك يبقى اسم الفيديو التايتل والصورة حكتين مؤمن جدا تمام انترو انت راجل عام القناة فانت ناسم يبقى لك دخلة في كل الفيديوهات او في نهاية كل الفيديو الدخلة تبقى سابتة دي مثل الدخلة بتاع القناة تعالي لو انت عارس تعرف ازاي تجيب الانترو تابعني او اسألني وانا اقول لك ازاي تعمل نفسك واحد احترافية ازاي تعمل قناة التلفزيون اسم الفيديو التايتل حاجة مهمة جدا جدا صورة الاشتراك في القناة اللي بتبقى الصورة الصغيرة اللي موجودة في كل فيديو على سبيل المسال مثلا ده الفيديو شغال وده الصورة صورة جنبها اشتراك ده الصورة الصغيرة دي التاج كل فيديو نقدر نحفت في هاشتاج ثلاث مره ثلاث مره الوصف الفيديو قوي جدا اسمها فيد ايكيو ما احنا اتكلم عنها فيديو وموجود على الموقع كريتة تشانل تاج لاين وضع فيديو تمام رتب القناة بتاعتك في البلاي هست ثلاث مره اذا نرفع فيديو مثلا حسن نشرح عليه المشارات اون ده حسن نعم سوف نقوم بإعادة عن الفيديو لا يكون أي كلام نقوم بإكتب الوصف نقوم بإكتب الوصف نقوم بإكتب الوصف نقوم بإكتب الوصف عبر إكتب الوصف نقوم بإكتب الوصف اقوم بعمل قناة اقوم بعمل قيمة تشغيل لكل شيء قيمة تشغيل لكل شيء اسم القيمة اسم الفيديو اسم القناة اسم جزاء اختار من هنا اسم جزاء اسم الوجب اسم teachers اسم جزاء اسم جزاء اسم جزاء اسم جزاء اسم اشتركوا في القناة بتبطير قصرة اعطينا اله JAM اعطينا tag قمنا الصورة بيkg الخصوص اعطينا كش lights يجب أن تضع لحد 500 حرف حاجة مهمة تانية يظهر لك مربعين أو ثلاثة حسن لازم تضع لكي تروج لفيديوهات تانية هنا لصورة للاشتراك وفيديو هنا يجب أن تستفيد بها في كل الفيديوهات يجب أن تستفيد بها يجب أن تضع لفيديوهات أو تروج لقناة تانية تعمل استطلاع رأي أن الفيديو يكون مهمة جدا هذه كلها مميزات أو خصائص الموقع يقدمها لك فعندما تستغل لك ولو حيث أنه يجب أن تحقق هدفك فإنك تجيب أكبر قدر من المشتركين ومشاهدات وتقدر تعلب الطرق من غير ما نقعد نشحة ونقول لدعم والنبي ومشعارب إيه والناس تتنك عليك ليك ثلاثة هاشتاك في كل فيديو تقدر أنت تضعهم تحت في الديسكريبشن بيظهروا فوق عنوان الفيديو ومميز جدا ومميز جدا بحيث أن أي حد يدور على الكلمة المفتاحية سيترقم في ضمن البحث نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل لكم بعمل كلماتهم في الفيديو والسلسكريبشن تتبع أن تكون استفدتم لأنني أشرحه إن شاء الله هذه دورة كاملة عنوان الفيديو من السفر للاحتراف كما تعمل قناة من البداية وكما تتدور على المحتوى وتعمل الفيديوهات عن إيه كما تعمل قناة من البداية ايه ازاي ان انت تتصور ازاي ان انت تتمنتج ازاي ان انت تتحقق الشروط وبعد تحقيق الشروط ازاي انت تستمر وتكبر حاجة مهمة جدا نسان انا كم عليها لياها كومنتات لازم ترد على كل الكومنتات فبعايت اللي اشافكم على خيرك ان شاء الله مرة جاي